دكتور سمير يعني بداية التفسير العلمي لزلزال الحوز في المغرب وإلى أي مدى كانت هذه المنطقة مدرجة ضمن المناطق المحتملة للزلازل نعم التفسير العلمي للزلازل الكوكب الأرض يتألف من كتل ثلاث الكتلة الغازية الكتلة المائية الموجودة على سطح الكرة الأرضية والكتلة الصخرية هذه الكتلة الصخرية الضخمة التي نشأت الحياة على سطحها لها آلية مختلفة تماما عما نراه نحن على سطح الأرض هذه الكتلة الصخرية فيها تفاعل نووي فيها مواد نووية تتفاعل بشكل دائم ومنذ نشوء كوكب الأرض من 4.6 مليار سنة هذه الطاقة الحرارية تستعمل لتذويب الصخور بمعنى هناك داخل كوكب الأرض داخل كتلة الصخرية هناك مجموعة سائلة من الصخور التي تتحرك بمعنى كوكب الأرض يتحرك هذه الصهارة المتحركة تصطدم بالصخور الصلبة من هنا تنشأ ما نسميه نحن بالموجات الزلزالية الموجات الزلزالية هي الموجات التي تنتقل داخل الصخور عبر الصخور من مكان الاصطدام بباطن الأرض لتظهر على السطح الآن الظهور على السطح يحصل عبر الشقوق والكسور والفراغات الموجودة بين الصفائح التكتونية التي تغتي كوكب الأرض كوكب الأرض مغطى بعدة صفائح عدة بلاطات سميكة من الصخر القاسي هو مكوّم من عدة بلاطات من عدة أجزاء من عدة صفائح هذه الصفائح متحركة فيما بينها هذه الحركة تكون إما صفيحتين تتقاربان أو إما صفيحتين تتباعدان وأما تنزلق الواحدة بعكس انزلاق أفقي حسب نوع الحركة تظهر هذه الطاقة المحبوسة في باطن الأرض هذه الموجة الزلزالية الموجودة بالباطن تريد أن تخرج فتخرج عبر هذه الشقوق والفراغات الموجودة بين الصفائح فإذا هذه النظرية المسمات نظرية الصفائح التكتونية أصبحت تفسر لنا لماذا أين تحصل الزلازل لماذا تحصل الزلازل هنا والبراكين لماذا كل يوم في اليابان هناك زلزال أصبحنا نعرف لماذا المنطقة بالمغرب موقع المغرب على الزاوية الشمالية الغربية للصفيحة الإفريقية الصفيحة الإفريقية الممتدة من منتصف البحر الأحمر إلى حدود الأطلسي نعم وبنصف موحيط الأطلسي هذا كله وشمالا هناك خط فاصل بين الصفيحة الأفريقية الجنوبا والصفيحة الأوروبية التي هي جزء من الصفيحة الأوراسية هناك تصادم بين هذه الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوروبية هذا تصادم يحصل في قعر البحر المتوسط المنطقة جبل طارق مشهور تاريخيا من خمس ملايين سنة يقول التاريخ الجيولوجي بأن هذا الممر المائي بين الأطلسي الأطلسي وبين المتوسط قد أغلق نتيجة نشاطات تلكتونية وتحركات أغلقت تماما تماما هذا الممر وبدأت مياه البحر المتوسط تنخفض 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 إلى ألف وخمسمائة متر تقريبا عن مستواها الحالي نعم الدليل على ذلك هو وجود كميات أملاح كبيرة ترسبت في قعر البحر المتوسط هذا من العلوم الجديدة هذه من الأشياء التي عرفناها من جديد فأيضا هذه المنطقة العزيزة على قلبنا المغرب هي منطقة ناشطة زلزاليا هذه المنطقة الجبلية عندما نقول جبال يعني هذا يذكرني باصطدام صفيحتين حتى تعطي القشرة الأرضية عندما تصدم قشرة أرضية بقشرة أرضية ثانية هذه المواد الخفيفة لا تستطيع الغوص إلى باطن الأرض فماذا تفعل؟ فأيضا هي ترتفع وتشكل السلاسل الجبلية المعروفة جبال هملاية من هذا النوع الاستضام الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوراسية أدت إلى النشوء هذه فالمناطق الجبلية هي مناطق ناشطة زلزاليا مبدئيا وهذه المنطقة العزيزة في المغرب تعرضت لزلزال لم نكن نتوقع قوة هذا الزلزال 7.2 هذا الرقم كبير هذا الرقم كبير واثنين أن هذه المنطقة بعيدة نسبيا عن الخط الفاصل بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوروبية فهذا الشيء الذي لفت نظر ونفت نظر علماء أكيد العلماء المغاربة الزملاء كأننا نتوقع مثلا على طول المنطقة الساحلية الشبال المغرب نعم نستطيع أن نفهم ما هناك ولكن في هذه المنطقة الجبلية العالية لحصول هكذا زلزال يعني هذا لافت للنظر نعم تفضل أوجه الشبه بين هذا الزلزال وما حدث في تركيا في بداية العام والذي تأثرت به أيضا سوريا وبشكل طفيف لبنان نعم كما قلت لك سيد العزيز نظريات الصفائح الدكتونية أتت وتكلمت عن عدة صفائح تغطي سطح الكرة الأرضية تغطي القارات وقعر المحيطات يعني القارة الصفيحة الأفريقية تأتي من نصف البحر الأحمر يعني فيها قسم بحري وكل القارة الأفريقية وامتدادا في المحيط الأطلسي إلى منتصف المحيط الأطلسي كل هذا البلوك الصخري هذا يسمى الصفيحة نحن بالمغرب لدينا الصفيحة الأفريقية التي تصدم بالصفيحة الأوروبية في تركيا هناك الصفيحة العربية الصفيحة العربية التي من البحر الأحمر من منتصف البحر الأحمر كامل شبه الجزيرة العربية كامل شبه الجزيرة العربية جزء من فلسطين جزء من أردن لبنان هذه الصفيحة أيضا تزحف شمالا مع استدارة خفيفة إلى الشرق الأفريقية تزحف شمالا مع استدارة بسيطة نحو الغرب يعني في الزاوية المغربية الزلزال هو على الخط الزلازل هناك خط زلازل كثير قوي في تركيا وهو الذي أدى إلى نشوء جبال تروس من ناحية تركيا ويؤدي إلى سلسلة جبال زاجروس من الناحية الإيرانية حيث تصطدم الصفيحة العربية بالصفيحة الأسيوية في هذه المنطقة فتعطي جبال زاجروس فالجبال هي مناطق ناتجة عن نشاط زلزال سابق هي معرضة لأن يكون فيها زلازل ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون الزلزال بهذا العنف وبهذه القوة التدميرية خاصة بمناطق نائية البناء فيها ليس مناسبا للزلازل يعني بيوت ليس فيها باطون أو فيها حديد ومناطق نائية ليست فيها طرقات يعني هون الله يعين أهل المغرب على اللوجستي يعني عندهم مشاكل لوجستي واضحة بالتعامل مع هذه النكبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر